الحق أحبائي مرتبط أيضا في النور فلا يوجد نور بدون حق ولا يوجد حق بدون نور خلينا أعطيك بعض الأمثلة السريعة في الكتاب المقدس مثلا يحنى المعمدان قال للملك هيرودوس أنتيباس ابن هيرودوس الكبير قال له لا يحق لك أن تأخذ زوجة أخيك بعده على قيد الحياة ضد الشريعة كيف تأخذ مرت أخوك لأن الشريعة بتحرم تأخذ مرت أبوك ومرت أخوك وبتحرم تأخذ مرت ابنك كل هذه محرمات في الشريعة فعن بقول لي هيرودوس مش مسموح لك أنك أنت تأخذ مرت أخوك وهو على قيد الحياة ولكن أحبائي هذا الموضوع لأنه قال الحق تعرفوا دفع ثمن مش في عندنا المثل العربي بقول قول الحق أو اتكلم الحق ولو على قطع رأس هاي قطع رأس يحنى المعمدان وحطوه على طبق لأنه اتكلم الحق خليني أخذ شخصية دانية تانية دانيال دانيال واحد تمانية وأما دانيال فقد جعل في قلبه أن لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه يعني كأنه عاند ورفض كلام الملك لأنه آمن بشريعة إلهه وهكذا أحبائي دانيال فأيام نبو خد نصر الرب رفعوا إلى أعلى المستويات لأنه كان عنده مبادئ كان بيسلك بالحق فأيام بيلشصر حفيده لنبو خد نصر آخر حاكم أو آخر ملك شاف يد كاتبة على الحائط ارتعب من الخوف أخيرا جابوا له دانيال حتى يفسر الحلم ووعدوا بعطايا شو رد عليه قال له لتكن عطاياك لنفسك وهبهباتك لغيري والرب دان هذا الملك ودان المملكة في نفس الليلة جاءت مملكة مادو فارس أخذت مملكة بابل فأيام داريوس الفارسي اضطر أنه بسبب موقفه الديني وصلى علنا وضعوه في جب الأسود ولكن الله أنقذه من جب الأسود عاوز أوضح شيء هؤلاء الأشخاص الرجال كان عندهم مبادئ لم ينقضوا عهدا أوكي ما استخدموش شيء اسمه الطقية مع كل احترامي إنك تخفي الأمر ما أنت في السبي يعني هو حد شايفك حد خليك لما تقوى لما تقوى تعمل اللي بدكياته لا كان رجل مبادئ آمن بإلهه كان واضح سواء في جب الأسود سواء الفتية التلاتة اللي قالوا لنبو خد نصر يا نبو خد نصر لا يلزمنا أن نجيبك في إله اللي إحنا منعبده وإلا فليكن معلوم يعني إحنا مستعدين نفوت النار لم يخفوا الأمر لم يسايروا لم ينتهزوا فرصة حتى تكون فرصة أفضل واللي أقوى كان يسلكوا في الحق في النور في الطهارة في القداسة في النزاهة في الاستقامة والكل اللي حواليهم عرفوا وبالعكس على فكرة بسبب هذه المواقف كل هذه الملوك نبو خد نصر وحتى إمه لبايلا شصر وبايلا شصر وداريوس وكورش وكل كل هذه الملوك تأثرت بمواقف هؤلاء الرجال اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر